حبائبنا مساء الفل وعيد سعيد عليكم جميعاً النهاردة بإذن الله تاني فيديو في فيديوهات العملي بتاع البلد فيديو سهل جداً ولزيز جداً 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 اسمه الهيمة توكرت فاليو اولو اسمه تاني باك دي سيل فوليام اللي هو الحجم اللي بتشغاله الاربسيز من التوتال بلد فوليام سمعناه قبلك جداً فين الهيمة توكرت فاليو ده سمعناه في درس البلد انديسيز سمعناه في درس البلد انديسيز الناس اللي تمتلك زاكرة قوية دايماً الاختبارات بقى من هنا ورايح واحنا ماشيين كده هتلاقي طريقة عمل التجربة او ازاي بنعمل الاختبار ده هتلاقيني دايماً دايماً بتبقى اول صفحة في كل اختبار بتلاقيني كاتبها لحضرتك بالعربي حتى ديت ما تحفظهاش خالص ما تحفظهاش خالص انت بس تفهمها فقط عشان تبقى فاهم التجربة بتتعمل ازاي انما مش حفظ خالص خطوات التجربة مش حفظ خالص عشان كده حتى انا هتلاقيني اعملها لك بالعربي كاتبها لك بالعربي غير كده طبعاً النورمال رينج بتاع كل حاجة وايه اللي يزوده وايه اللي يقلله دي اكتر الحاجات اللي حضرتك بتتسائل فيها بالعربي النهاردة هناخد حاسمها هيما تكرت فاليو او بيسموه اسمي تاني بحبه باكد سيل فوليام يعني بالفلاحي الاربسيز بتشغل قد ايه من حجم الدم كله حجم الكرات الحمرة بتشغل كام في المية من حجم الدم كله الهيمة تكرت فاليو او البي سي في بيساوي الاربسيز فوليام على التوتر بلاد فوليام في مية عشان اطلع نسبة مقوي يبقى اذا تعريف الهيمة تكرت فاليو ببساطة شديدة بالعربي هو عاوز منك حجم الاربسيز بتشغل قد ايه من حجم الدم كامل الاسم التاني ده انا بحبه ليه عشان بيفصر هي ايه باكد يعني حزمة سيل يعني خلايا فوليام يعني حجم حجم حزمة الخلايا اللي في الدم اعم هون الخلايا اللي في الدم وويت بلود سيلز وبلتلت دول الخلايا اللي في الدم بس اكثرهم الاربسيز بما لا يقارن بالتنين التانية يعني بص الدم لما اجاه افصله كده عشان اشوف مكوناته هلاقي الاربسيز الحمرة دي واخده مكان قديه ده لما بافصل الدم زي ما ناخد كمان شوية وحطه لما حط أمبوبة الدم فيه جهاز الطرد المركزي ويأفصل مكوناته كلا على حدة على حسب وزنه بص الأوربيسيز قد إيه طيب بص الجزء الأخضر الصغير خالص ده ده الويت بلوت سيلز والبيلتلت مش عاوز أقولك أن أنا مبالغ في حجمه كمان في الرسمة اللي فوق خالص ده مين اللي فوق خالص ده اللي صفر البلازمة طيب إيه المنظر ده منظر الدم بعد ما فصلناه طيب فصلناه زي بنحطه في جهاز اسمه السنترفيوج السنترفيوج ده اللي هو جهاز الطرد المركزي جهاز بيلف كده زي الخلاط بسرعة شديدة جدا فبيفصل مكونات الدم كلهم على حسب وزنه وزن الأوربيسيز عشرة تسعين الف وتسعين الوابلات سيلز والبيلتلت عشرة ستين البلازمة عشرة تلاتين يعني الأوربيسيز قد قال حاجة الف وتسعين نقص تلاتين يبقى الوابلات سيلز والبيلتلت ألف وستين نقص تلاتين يبقى البلازمة ألف وثلاتين ده الملوك رويت ما بنحط لهش تمييز تمام يبقى احنا الباجد سيل بوليام حجم حزمة الخلايا مجازا مجازا بنقول عليه حجم الأوربيسيز اشمعنا لأن الأوربيسيز هي اللي بتشغل الحيز الأكبر من خلايا الدم تمام طيب ازاي بنعمل التجربة دي خطوات التجربة زي ما قلت لحضرتك مش عليك يعني مش يجب في بتاح نقولك كتب له خطوات التجربة انت جاست بس بتفهم عشان كي اكتب لك الخطوات انا معظمها اكتبها لك بالعرف بص يا سيدي احنا بنجيب القصة بتاعتنا الكوهول للتعقيم وبعدين اعقم صابع العيان اللي انا اسحب منه عينة الدم وبعدين اجيب لانست اللانست دي اللي هي الشكاكة اشوك صابع العيان وابدا اسحب منه الدم طب اسحب الدم بايه اسحب الدم بالأنبوبة دي ده نوع من الأنابيب الشعرية يعني ايه أنبوبة شعرية يعني رائعة جدا دقيقة جدا يقول لك 75 ملي في 1 ملي حاجة هابلة خالص أنبوبة رائعة خالص كده بنسميها مايكرو يعني أنبوبة شعرية او صغيرة خالص هي ما تكرت تيوب يعني دية الأنبوبة الشعرية او الأنبوبة الرفياء خالص اللي انا هستخدمها في قياس اللي هي ما تكرت باليو الأنبوبة ديت تتميز في الخاصية الشعرية اللي انت خدتها زمان في ابتدائي وعدادي وسنوي خاصية شعرية ازاي ان انا لما حطها في سائل تشفط السائل اوتوماتيك يبقى الأنبوبة دي لضقة الديامتر بتاعها صغير جدا لدرجة ان انا لو حطتها في سائل بتشفطه هي تموتيك تموتيك زي ما بيقول طيب بعد كده انا باملة الأنبوبة دي لحد تلتنها فقط صح صح معايا بعد ما مليتها لحد تلتنها بدم العيان هاخدها احطها في الخلاط ده الخلاط ده اللي هو جهاز الطرد المركزي بحطها هنا كده ودي دايرة بتلف جهاز الطرد المركزي ده بنسميه السنتريفيوج سنتريفيوج ده بيلف بسرعات متفاودة انا هزبطه على 1200 لفة في الديئة الوحدة وخليه شغاء يشتغل لمدة خمس دقايق تمام تمام طيب بعد ايه فايدت ايه فايدت السنتريفيوج او جهاز الطرد المركزي ده فايدت السنتريفيوج او جهاز الطرد المركزي ان هو بيفصل مكونات الدم زي ما اتفقنا كلهم على حسب ايه على حسب وزني هتطلع الانبوبة بالمنظر ده من الخلاط او من السنتريفيوج او جهاز الطرد المركزي بعد ما تطلع الانبوبة هلاقي الاربيسيز اللي هي الغمقه دي باقت تحت فوق منها طبقة فتحة خالص تكاد تكون ما تشوفهاش اللي هي الوبلتسيلز والبلتلت وبعدين فوق خالص ايه البلازمة البلازمة اخيرها هنا ايه بقوب جايب الانبوبة وحطتها على حطتها على ريدر او سكيل ريدر مخصوص رسم اللي هو الريدر ده الورقة دي الورقة دي اسمها هيماتوكرت ريدر او هيماتوكرت سكيل يعني تدريج الهيماتوكرت ده معمول مخصوص عشان يقرأ الهيماتوكرت طيب بحط الانبوبة ازاي على الاسكيلر ده مبدئيا الانبوبة دي تتمفتوحها من الطرفين فانا المفروض بعد ما سحبت باقفلها ببلاستي سين بلاستي سين ده اللي هو الطين السلصال طين سلصال بلاستي سين باقفيلها ليه عشان الدم ماينزلش من الناحية اللي أنا هحطها على اسكيلر هحط بقا اسكيلر ده الـ الاربسيز تحت والبلازمة فوق وافضل احرك الانبوبة على الاسكيلر يعني بص اهو ده الاصفر اللي تحت الده البلاستي سين بلاست سين بلاست سين ده اللي هو تين سلصال أنا حطه عشان أقفل بي الأنبوبة من تحت لأنها مفتوحة الطرفية فقفلها من تحت عشان دم ما يقعش تمام المفروض أنا بقى بحط الأنبوبة زي على السكيلر الزيرو ده يبقى مع بداية الأربيسيز الزيرو مع بداية العمود الأحمر اللي هو مع بداية الأربيسيز اوعى اوعى تحط البلاست سين عند الزيرو يعني اوعى تطلع الأنبوبة الفوق يقوم يبقى الحذر أصفر هو اللي عند الزير وده غلط يبقى أنا بحط عن نوجة الأربوسيز عند التدريد كام 0 وداية البلازمة ودايةinde الأربوسيز أفضل استعام بداية البلازمة طولة عدة نStr فتورة البلازمة طولة الرقم 100 زي ما حضرتك شاف كده تقوم تيجي في اللحظة دي توقف الأنبوبة خلاص ما تمشيهش تاني يبقى أول مبداية البلازمة تلط الرقم 100 أوقف الأنبوبة وقوم آجي أقرأ الليفل بتاع الأربسيز الليفل بتاع الأربسيز جي مثلا عند 40 يبقى الهيمة تكرت 40% وشكرا يبقى الهيمة تكرت كام 40% وهكذا آدي عم إزاي أقرأ الهيمة تكرت تعال نشوف الكلام ده فيديو آدي قصات حضرتك الأنبوبة الشعرية الراجل حطتها في عينة الدم عينة الدم مش لازم أعور صابع العيان وأسحب منه عادي أنا ممكن أسحب منه بسرنجة زي ما بتروح المعمل بياخدوا منك عينة دم بسرنجة وحطها هنا في أنبوبة وأسحب منها برحتي بص بص الأنبوبة بتشفط الدم لوحدها واخد بالك الأنبوبة من كتر ما هي رائقة بتشفط الدم بالخاصية الشعرية اللي انت خطوها زمان اللي النبات بيشفط بيها المية من الطربة نفس الفكرة يبقى من كتر ما هي رائقة بأملى لحد تلتنها دم بحطها بس في عينة الدم كده أو بحطها على صبعك اللي أنا عورته باللانست هي هتشفط الدم الوحدة قملاها لحد تلتنها وبعدين أروح أقفلها بالطين السلصال ده اللي أصفر ده اللي هو البلاستيسين ليه لأنها مفتوحة الطرفين فأنا محتاجة في الطرف اللي تحت بص 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 في الطرف اللي تحت بالبلستيسين اللي هو اللي تلتن السلصال قفلها هو هياخدها بقى وحطها في السنتريفيوج ده اللي هو شايف بتاع الصفرة دي ده التلتن السلصال قفل الطرف التحتين بتاعه ده جهاز سنتريفيوجيشن أو جهاز الطرد المركزي هشيل الغطى بتاعه كده عامل زال حل بتاعت الرز اللي هي بالكهرباء تعرفينه هشيل الغطى بتاعه وقوم حاطط الأنبوبة بالعرض هنا كده ركز معا كده هيقوم حاطط لك الأنبوبة بالعرض في جهاز السنتريفيوجيشن بعد ما حط الأنبوبة بالعرض هزبطه على ايه؟ 1200 لفة في دقيقة لمدة كام لمدة خمس دقائية وبعدين هطلع الأنبوبة منه هلاقي مكونات الدم تفصلت اهو بيحطها اهو بيحط الأنبوبة يلا يا عم هيحط الأنبوبة وبعدين يقفل الجهاز وبعدين يزبطه زي ما اتفقنا على 1200 لفة في الدقيقة لمدة كام لمدة خمس دقائية حط غطاك الحلم وبعدين نقفل الجهاز وبعدين هنزبطه بص 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 هيزبطه على خمس دقائية ده التايمر بتاعه وبعدين يشغل الجهاز تمام الجهاز بيليفه بسرعة رهيبة جدا فيفصل مكونات الدم كله على حسب ايه؟ الوزن بتاعه بص بقى بعد ما طلعت بقى الاربسيس تحت والبلازمة الشفافة اللي فوقها دي الاربسيس بقى تحت ايه؟ والبلازمة الشفافة اللي فوق تكاد تكون مش شاف انت البلازمة هي الشفافة اللي فوقها دي هاخد بقى الكلام ده وحطه على السكيلر أحط على السكيلر وأمشي 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 والسكيلر لحد ما ايه؟ لحد ما عمود البلازمة من فوق يلط الرقم 100 اهو هيَّمشي على السكيلر لحد معمود البلازمة من فوق يلط الرقم 100 اول معمود البلازمة من فوق يلط الرقم 100 استخداميما شايف الاربسيس هاول اين الاربسيس واربسيس هاول هاول yep هنا الاربسيس مثلا 60 يبقى قرى صديق ل basil rout pay per 30 فوق. خب بالك. هنا. استنى عاوز اجيبها لك. هنا حطت البلاستيسين فوق الصفر وده غلط. او بص بص بص. حطت البلاستيسين فوق الصفر. المفوض البلاستيسين ده تحت الصفر. دي غلطة هنا. تبقى انت فاهم ازاي بنعمل القصة دي. نرجع مرجوان. ماشي امعلم كده احنا ايه? ارينا الهيماتوكريت فاليو. طيب هو اصلا نورمال بيبقى كام. بس قبل ما اقولك هو نورمال بيبقى كام عاوزك تركز في حتة حلوة او. تركز في حتة دي او. ده النورمال او. تمام? ده النورمال. حلو. او. نورمال عمود الاربسيس لحد هنا مثلا. وعمود البلاستيس ما هو. يبقى ده كده النورمال. الوالبلاستيس والبلاستيس للدول قلت لك ما بنعتبرش بيهم. سبك منهم اكنهم عاطف معنا. طيب امتى الهيماتوكريت فاليو او اللي هو البي سي فيي او اما تزيد ؟ لو الاربسيس ده طلع لفوق. كده يعنا. ما احنا بنقرى عمود الاربسيس. فامتى اقولق الهيماتوكريت فاليو او اللي هو البي سي في. لو عمود الاربسيس ده بدل ما هو هنا. طلع فوق بقى هنا. فهم? في بدل ما كان الحتة بس، فالاعدد الحتة كلها. أو عمود البلازمه نقص يعني أمدى الباجد سيلفوليام يزيد اهمة بالدرسة. امدى الباجد سيلفوليام يزيد. لو الار بسيز زادت، يعني عمود الار بسيز طلع الى فوق بدل ما هو هنا. بدل من هذا الحتة دي بس بقى الحتة دي كلها او عمود البلازما نقص بدل من عمود البلازما كل الحتة دي يبقى الحتة دي فقط يبقى البلازما قلت الرأس مواضحة جدا صح؟ قرن دي بديه طيب امتى الباجد سيلفوليام يقل؟ اعجز الباجد سيلفوليام يقل لي يبقى وانت مغمض القلت لأن الباجد سيلفوليام دا ما هو إلا حجم عمود الدم عمود الاربوسيس يبقى عمود الاربوسيس بدل من مكان كل الحتة دي ابقى الحتة دي فبالتبا ايه المكان اللي فضل كل أملاه البلازما فعمود البلازما زاد الحتة دي اهم حتة في الدرسوا يا شباب بتيلك الباجد سيلفوليام زاد وثامت تقول لي الباجد سيلفوليام القل و scared Pourquoi الاربوسيس زاد طيب البغدي سلفوليم يسبق يقل لديه قلب موادتي تعريف وهذا أصلى عمودة الدم فعندما قل But arBC Davis would be greater than it استطاع Like L طيب ماي INTERVIE links لو أكata plutôt زائد من My liquid بعد ذلك synثال في worlds وجعلنا باتدام أشك trends أربعين في المئة. طب هو نورمال كام. كل الصفحة التانية دي. الصفحة التانية بتاعة هي ما تكرت اللي هي صفحة اثنين عندك. كلها بتيجي في الامتحان. دي بقى بتتسئل فيها حرف حرف في الامتحان. طيب ممكن يسألك فيها امس كو او ممكن يسألك اكمل. يبقى الصفحة تيه حفز وصم زي اسمك. النورمال فاليو حفز. هعفزوك بطريقة حلوة. في الراجل سبعة واربعين في المئة. قال ل الخمسة يبقى كام? يبقى اثنين واربعين في المئة. ده الفيميل القضعت. طيب الراجل كان كام سمعني. سبعة واربعين في المئة. طب الفيميل كام? اثنين واربعين في المئة. قللت انت كام? قللت خمسة. قللت كام تاني? خمسة. خمسة وخميسة. خمسة وخمسين. يبقى دا نيوبورد. ترخر لبعايل صغيرة تولد شكله حلو في في الارياف. يقول لك خمسة وخميسة. فانت حفظها كده. خمسة وخميسة خمسة وخمسين في المئة. ده الهيماتوكريت فاليو في النيوبورد. طيب هنا هتتلبي في سؤالين. ومشهورين وكلوك عارفين اجابته. السؤال الاولان هيقول لك اشمعنا الميل اعلى من الفيميل? تقول له السبب الاولاني ان الميل عنده هرمون الزكورة الهرمون ابو شنب الاندرجن. الاندرجن ده باستيميوليتك انها تطلع ايريثرو بويتين. ايريثرو بويتين ده شبه الشرومبوبويتين بتاع البلاتلت. فالكيدني بتطلع ايريثرو بويتين. ايريثرو يعني كرات الدم الحمرة. بويتين يعني بيصنع او بيخلق. زي ما اخدنا في البلاتلت. يوم الامور يوى هرمون الذكورة بيطلع من الكيدني لإيريثر بويتين اللي بيزود الإيريثرو بويسيز يعني بيزود تخليق كرات الدم الحمرة. فاذا الراجل يابني عنده هرمون الذكورة اللي هو هرمن الذكورة اللي هو التستسيرون الهرمون ده اصلا محفز لانتاج الارباسيه قاني؟ انه هو اللي بيروح يطلع الامور يستقل Dev in whole ECG تطلع إيريثرو بويسيز تطلع إيريثرو بويتين هرمون يحفز البوم مارو أنه يعمل عملية اسمها الاريسرو بويسز يعني تقليق قرات الدم الحمرة فبيزود قرات الدم الحمرة عند الراجل افهم ده السبب الرئيسي السبب الثاني الفيميل عندها مينسز المينسز اللي هي الدورة الشهرية البيريود في بعض الفيميلز بيبقى عندهم هيفي بريود يعني الدورة بتجيلها مثلا تقيلة ناس في جديد وتستمر معها مثلا بتاع 7-8 تيام وده كتير جدا فبيؤدي الى نقص الاريسيز عندها ونقص كل البلد ديامترس السؤال الثاني اللي هتصيب فيه السؤال الأولاني سع صع معي السؤال الأولاني ليه الميل أعلى من الفيميل والسؤال كلنا عارفين إجابته مسبق مشهور جدا ليه النيوبورن أعلى واحد فيهم كلهم ليه العائل لسه مولود أعلى واحد فيهم كلهم وإحنا أنا مليتك قبل كده سطر خطير قلتلك النيوبورن أعلى من الأدلت في كل حاجة معادة 2-3 دي بي جي ده سؤال يزمل بتاع الطلبة العالية قوي 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 النيوبورن أعلى من الأدلت سواء كم ميل أو فيميل في كل البلد ديامترس في كل حاجة إلا 2-3 دي بي جي واخدناها وفهمنا ليه بقى قبل كده في الهيموجلوب اللوفاك طيب الأرقام دي ممكن تتغير باسولوجيكالي يعني تتغير بسبب مرض أو تتغير فيسيولوجيكالي يعني تتغير نورمالي مفيش مشكلة ولا مرض ولا أي حاجة تعال نشوف الأول بتتغير باسولوجيكالي امتى باسولوجيكالي ايه اللي يزود الهيموجلوب أو ايه اللي يقل الهيموجلوب على شرط اتفقنا في السلايد السابقة ان الهيموجلوب يزيد له سبب من اثنين يا إما الاربسيز زادت وانت مغمط ماقول الهيموجلوب هو الاربسيز فلو الاربسيز زادت تزود الهيموجلوب أو اعكس أو البلازمة قلت طيب امتى الهيموتوتوتوتكرا 2 لو الهيموتوتوتوت. الت Lambert 7 تعال أكيد يا إما الهيموتوتوتوت belum يا إما البلازمة قلت اللي تز каких طيب إحنا أشهر حاجة بتزود الاربسيز زيادة الاربسيز أصلا بتعمل مرض اسمه ايه اسمه بوليسايسيميا يدها البوليسايسيميا طيب مرض ناص الاربسيز خدته في الباسولوجي كله اسمه ايه اسمه a lodimAg A يعني لا, A, Hymia يعني دم دعيان ما عندهش دم يعني ما عندهش Arbicies دعيان ما عندهش دم يعني ما عندهش Arbicies فيسموه عنده Anemia فاهم؟ يبقى إيه اللي يجي بقى في الامتحان العامل يقولك Policiesemia بتعملي في الHymatocrit Valu ثم انت تقول Policiesemia زيادة الArbicies فتزود الHymatocrit Valu يجي سألك سؤال تاني الانميا بتعملي في الHymatocrit Valu ثم انت تقول Anemia بتقلل الArbicies فتقلل الHymatocrit Valu قادي عمل اسئلة بتاعت العملي العملي أرجوك عليه درجات كتير وتافه حرام تضيع منه درجة أرجوك ادينه اهتمام زي النظر واكتب ده حاجة سهلة بتلمي بقى درجات طيب عندنا مثال شهير للPoliciesemia الناس اللي عايشة في الHigh Altitude ايه الHigh Altitude دي؟ المرتفعات الناس اللي عايشة في المرتفعات يا شباب بتعاني من نقص الأكسجين اللي احنا بنسميه هايبوكسين يبقى الناس اللي عايشة في الHigh Altitude بتعاني من نقص الأكسجين ليه؟ لان قلتلك قبل كده ان في المرتفعات الضغط اللي بيدخل الأكسجين اللي جسمنا قليل جدا فبالتالي مفيش أكسجين بيخص لجسمنا فجسمك يعاني من نقص الأكسجين اللي سنسميه هايبوكسيا وبالتالي الجسم يعمل ثور التصحيح يحاول يزود الArbicies بتاعته علشان يزود الحاجات اللي بتشيل أكسجين هو الجسم يعاني فاهم ان نقص الأكسجين بسبب نقص الكرات الحمرة فيبدأ يزود إنتاج الكرات الحمرة عشان يعود نقص الأكسجين مش فاهم يعاني ان نقص الأكسجين بسبب الهواء الجوي الضغط اللي بيدخل الأكسجين من بره لجوه الجسم قليل أصلا كل ما اطلع لفقه كل ما الضغط اللي بيدخل الأكسجين من بره الجسم لجوه يقل فجسمك يعاني ما يعرفش السبب يقوم يعمل اللي في ايده يزود عدد الArbicies وتلاقي العينين وتلاقي الناس اللي عايشين في المرتفعات دول والشوه محمر وغدودهم حمرة لان عندهم بوليسايسيمية عندهم زيادة في عدد الArbicies على فكرة اكتر استيميلانت اكتر استيميلانت لانتاج الArbicies الهيبوكسي وده جسمنا على فكرة شغال كده يعني يقول لك ايه يقول لك الانسولين بيقلل الجلوكوس في الدم يبقى اكتر محفز لخروج الانسولين زيادة الجلوكوس تاني تاني افهم الحتة دي جسمك شغال بالكونسيفت ده يقول لك الانسولين بيقلل الجلوكوس في الدم يبقى اكتر حاجة تحفز خروج الانسولين ان الجلوكوس يزيد ليه ما هو الجلوكوس اللي زادة هيخرج الانسولين عشان يقللوا افهم طب يقول لك البراث هرمون اللي هو البراثيرويد هرمون اللي هو هرمون الغدة الجاردراكية بيزود الكالسيام في الدم يبقى اكتر محفز لإفراز البراث هرمون نعص الكالسيام لان الكالسيام عندما يقل يحفز البلس يرويد هرمونه اللي هو البلس هرمون عشان يزوده جسمك يعمل كده طيب الاربسيز تعمل ايه؟ بتشيل اكسجين يبقى اكثر محافظ لإفراز الاربسيز في جسمك نحصل اكسجين هتكون سبت عام جسمك يعمل به ارجوك افهم طيب ايه اللي يقل ليه البلازما؟ اولا قلت البلازما دي مية قلتها حاجة اسمها دي هيدريشن دي هيدريشن يعني جفاف من اسباب الجفاف الديارية مثلا واحد عمل اسهال الترجيع واحد عمال يرجع في عمال يفقت سوايل الحرق الحرق ده واحد عارف انت لما تتحرق وبعدين جسمك يعمل بقبيش البقبيش دي قوار ملينا مية عارف المية اللي جوها دي قوار دي بلازما يبقى اذا جسمك فقت بلازما في الحرق بالهمل انتراخر العام بتاع الحرق بس السردة تجريه اللي هي حرق واخد جزء كبير من جسمه بيروح المستشفى نعلق له بلازما ليه؟ لانه فقت بلازما في القبيش القوار اللي هي متجمعها بره جسمه دي مليانة مية المية دي مية بلازما فجسمه من جوه ينقص فيه المية فيعاني من دي هايدريشان جفاف فيه امثلة تانية للدي هايدريشان عاوس تكتبها الفوميتنج والديارية الترجع والاسهال بيدخل في جفاف فيقلل البلازما انت بقى ركز في الحتة دي قوي قوي في الامتحان يقولك الدي هايدريشان يعمليه في الهيمة تجريد فاليو تقوله الدي هايدريشان يقلل البلازما والبلازما تتناسب عكسيا مع الدي هايدريشان او مع الهيمة تجريد فاليو يبقى يتزوج الهيمة تجريد فاليو عكس الدي هايدريشان الأوفر هايدريشان دكتور حلوف جاء له عيان اما علق له مش محتاج محلية اما علق له اربع ازاز محلية ليه يقوله عشان انت ضغط وتفرفش وتراه على جتتك كده يا بيه هو فهم ان المحليل دي احنا عندنا كونسبت متخلب في الطب ان المحليل دي بتفوق انتو بتجيبوا الكلام ده منين يبدي المحليل ده واحد ناقص فوليام انا بعوضه بيه انما واحد جاي عنده برد بتعلق له محلول ولك عشان اظروفه قمبول مضاد دحاوة على قمبول كيتولاك في قلب المحلول كده عشان يزقطط كده ويروق عليه ما بيش عادي في الطبس ما يروق عليه مش عاوزين اعك يبقى عيان جاي مش فحتاج محلول عنده برد تعاليه محلول انت بتخترقه ثم علق له محلول تدخله في اوفر هايدريشان تعبيه ميا يوم البلازمة تزيد يوم البلازمة تتناسب عكسيا معه الهماتوكريت يوم الهماتوكريت يالي البروجستيرون البروجستيرون اللي هو هرمون الحامل يعمل سلطاندوط الريتينشن يعني يشفط مياه وملح داخل الخلايا تجد الخلايا بتاعتها اوفر هيدريتت انت ترخر تجد الحامل لو عندك واحد عاربتك حامل تجد مناخرها ورامت ووشها ورم وباقت شبه بنوكيو تلاقي من اخرها ورمت كده وجسمها كله ورم ليه لان هرمونات الحاملة بتشفط مية بتورم الجسم طيب Physiological changes ودي هنفسرها بقى في 2 slides الوحدة لقوا ان ال venus blood الهيما تكرد value بتاعه اعلى من ال arterial blood وال large vessels الهيما تكرد بتاعها اعلى من small vessels تعانشوف ليه اول واحدة ليهه الدم في ال veins في الاوردة الهيما تكرد بتاعه اعلى من الدم في ال arterial في الشرياء تعال نشوف بص يا سيدي طبعا انت لو جات لك في الامتحان قالك اش معنى ال venus blood الهيما تكرد بتاعه اعلى من ال arterial blood تخيل كل المكتوب منك تكتب كلمة واحدة بس due to coloride shifting fenomena كتبت دي خدت الدرجة النهائية انا بقى عاوز افسر لك ايه coloride shift fenomena هو انا لما قولك يا ابني الدم في ال vein الهيما تكرد في ال vein اعلى من الهيما تكرد في ال في ال arterial هو ايه الهيما تكرد ده اصلا الهيما تكرد حجم كرات الدم في ال vein اللي ازرع اعلى من حجم كرات الدم في ال arterial الاحمر واضح على الرسمة احنا عاوزونا نعرف ليه بص ده تيشو ده تيشو احنا عارفنا السبب coloride shifting fenomena عاوزونا نفسره ده تيشو التيشو جاي له arbyces شايلاله ايه شايلاله اكسجين تمام احنا عارفين يبقى جاي له arbyces شايلاله اكسجين قادي التيشو جاي له arbyces شايلاله اكسجين تمام يوم هو التيشو ياخد الاكسجين ويدي الدم ايه ثاني اكسيد كربون اللي هو CO2 CO2 ده 50% منه بيخشه جوه ال arbyces اللي اكتر من 50% بسمع لينها بيخشه جوه ال arbyces بيعمله يبقى يوم السيو 2 ده صح صح معي يا احفظ دي صام اشهر تفاعل في الطب كله خلنقبليك على فكرة اشهر تفاعل في الطب ايه هو CO2 يمسك في المية اللي جوه ال arbyces ويكونه ايه حد فاكر H2CO3 اشهر تفاعل فيه وجود الكربونيك انا هيدريز انزيل اللي هو ال CA انزيل معلنا ال H2CO3 ده هينفصل ل HCO3 اللي هو البيكربونيت و HIO تمام ال HCO3 ده بيخرج برا الخلية طيب انا عندي قانون ان الدنيا مش صحلبيصة جوه جسمك يعني ايه مش صحلبيصة يعني اي خلية خرجت ايون سالب لازم يخش مكانه ايون سالب اشهر ايون سالب بيبدل مع ال HCO3 الكلورايد الكلور طيب انا معلمك زمان انه الكلور مطرح مراح بيروح وراء اخوه مين اخوه السوديو يبقى الكلور مطرح مراح بياخد وراء اخوه اللي هو مين السوديو يبقى انت عندك دلوقتي جوه ال RBC دخل سوديوم كولورايد يا حلوة الحلاوة يعني دخل ملح صافي جوه ال RBC طيب انا معلمك زمان مطرح مراح الملح بياخد وراء مية يقوم ال RBC جوه الفينز بتشرب مية فالفولياب بتاعها بيزيد واللي هي ما تكرم بتاعها يزيد بسبب ايه بسبب الشفت اللي حصل بين البيكاربونيت والكلورايد which is called coloride shifting fenomena لما ال H3 اللي هو البيكاربونيت طلع لبرة وشفت مع الكلورايد والكلورايد خد وراء اخوه عبيبه اللي هو السوديوم اللي مطرح مراح بياخده وراء بقى جوه ال RBC السوديوم كولورايد ويسحبه وراءهم مية بالأسموزز وتبقى الخلية ال RBC اللي موجودة في جوه الفين شربة مية بالهمل والفوليوم بتاعها زائد وتلاقيها نفخة وعجلة اكتر من ال RBC اختها اللي موجودة في ال R3 وتزود الهيمة تكرت في الفين عن ال R3 اولها تاني اي تشو ال RBC اللي ماشي في ال R3 ميديها لأكسجين يقوم هو واخد الأكسجين وانطلع ثاني أكسجيكاربون ابتدائي كلام اكسجيكاربون ثاني أكسجيكاربون يخش جال ال RBC هناخد كم ده في ال Respiration ان شاء الله CO2 يخش يمسك مع H2O يعمله H2 CO3 H2 H2 H Ion HCO3 HCO3 ده بيطلع بره ويشفت يشفت مع الكولور عشان كما اسموها Coloride Shifting المصيبة انه كولور لما دخل اخوه يخش وراه لقى الصوديو بقى جوا الخلية صوديو مكولور يشفط ويبقى حجم ال RBC كبير وبالتالي ال Hymatocrit value في الفين اعلى من ال Hymatocrit value في ال Artery طيب احنا كده فسرنا اول حاجة احنا اخذنا حاجتين Physiological Changes ده حاجة نورمال فينا كلنا ما فيهاش مشكلة Physiological حاجة نورمال فينا كلنا ان ال Hymatocrit value في الفين اكتر من ال Hymatocrit value في ال Artery عاوزين نفسر الجزء التاني اشمعنا ال Hymatocrit value في ال Blood Vessels الكبيرة اكتر من ال Hymatocrit value في ال Blood Vessels الصغيرة تعال نشوف ادي Blood Vessels كبيرة اهو وادي Branch منه اللي هو Small Blood Vessels بقى انت عندك ال Blood Vessels الكبير ده الكبير ده بيتفرع يدي ايه يدي Branches وال Branches تتفرع تدي Branches اصغر واصغر وهكذا ما هي شجرة من الاوعيات ده ما هي فإذا Blood Vessels الكبير ده بيتفرع يدي ايه يدي Small Blood Vessels الراجل بيقول لك ال Hymatocrit value في ال Large Blood Vessels ده اعلى من ال Hymatocrit value في ال Small Blood Vessels طيب احنا اللي سلايد اللي فاتت اللي هو ليه ال Hymatocrit في الفين اعلى من ال Artery فسرناها بكلمة واحدة اسمها Coloreal Shifting في نومنا طيب ليه ال Hymatocrit value في ال Large Blood Vessels اعلى من Small Blood Vessels برضو هنفسرها بكلمة واحدة اسمها Blasma Scheming Effect يا سلام لو كتبت الكلام ده خلاص امش عاوز منك حاجة تاني في العمل حتى الشرح اللي كانت بود هو ما كتبتوش حاجة دي بس تكتب لك ال Hymatocrit يقول لك ليه ال Hymatocrit في ال Hymatocrit ال Hymatocrit أعلى من Lod due to coloride shifting في نومنا طيب ليه في Large Blood Vessels أعلى من في النص عارفين كم ده لا كرات الدم تبقى نشية في النص اي اللي هي الحمرة دي تبقى نشية في النص والبلازمة اللي هي الصفرة على الإطراف طيب ايه رأيك لما المصورة الأم اللي هو Blood Vessels الكبير ده يدي تفريعة صغيرة التفريعة الصغيرة دي هتاخد ايه هتاخد من العلوش بص التفريعة الصغيرة هتاخد من اللي على الوش مين اللي على الوش البلازمة التفريعة الصغيرة دي مش هتطول الاربسيز ليه افهم لان الاربسيز ماشي في النص ايه البرازمة بلات سيلز ماشيين في النص طب انا خدت تفريعة من الجنب وصغيرة فمش هتلحق تشفط غير بلازمة وشوية الاربسيز فاكن السمول بلات بيسل ده خد البلازمة من على على وش الدم اشط البلازمة اشط البلازمة من على وش الدم اشط يعني عمل skimming effect اشط مين اشط البلازمة بلازمة skimming effect زي ما تقشط وش اللبن من على اللبن فانت اشط البلازمة من على وش الدم ودخلت جوه ايه دخلت بلازمة فقط جوه السمول بلات بيسل ودخل معاها شوية أربسيز قليلة جدا دخل معاها ايه سمعني تاني أربسيز قليلة جدا لا سمعني تالت أربسيز قليلة جدا طب ما الاربسيز اللي دخلت في السمول بلات فيزل قليلة وبالتالي الهيماتوكرت في السمول بلات فيزل اقل مقاررة باللارج بلات فيزل يبقى ديوتو بلازمة skimming effect اخر ونقفل الهيماتوكرت value استخدامات الهيماتوكرت value قلنا في تشخيص حاجة وحساب حاجة تشخيص الانيميا والبوليساسيميا زي ما قلنا وحساب اللي خدناها مسبقا اللي كنا منشخص بيها الانيميا ارجع كده في درس الهيماتوكرت وممكن كمان اقيس بيها الهيماتوكرت ورين الهيماتوكرت بإذن الله يعني راهم كده بسرعة اللي هي الهيماتوكرت ممكن يقولك ممكن يقولك حتى برضو بتيجي امسكو اكمل من لون البلازمة ممكن اشخص امراض البلازمة اصلا مفروض شفافة ممكن البلازمة يعني تكون عند عيان معين بلون معين يعني مثلا ممكن اجي ابص على البلازمة بتاعة عيان اللي هي حمرة يبقى اكيد العيان عنده هيموليس التكسير فكورات الدم مش محتاجة يعني ممكن الاقي العيان عنده البلازمة صفرة اوي مسفرة بزيادة خلاص عنده جندس الصفرة يعني حاجات كده لو جبنا واحد من الشرق هيقولها ممكن الاقي البلازمة عند عيان لونها ابيض مبيضة بيسموه ملكي او كلاودي ويت وده طبعا بيبقى بسبب زيادة الدهون عنده الدم زي حالات الهايبر الليبيديميا اخر يعني ممكن يجو تكات برضو او اكمل بس الصراحة يعني ما سألوش فيهم قبل كده خالص نلتقى على خير في فيديو قادم ان شاء الله